اهلا وسهلا بكم على منصة ماتريك سي اي اليوم دعونا نتكلم باستفادة على الموني ماناجمنت فماذا نقصد بالموني ماناجمنت في هذه الحالة؟ لدينا استراتيجية مفادها أن في حالة سقط السهم بأكثر من 3% أو نازل السهم بأكثر من 3% نقوم بفتح صفقة لونغ كاحتمال وجود سبايك وعودة الأسهم مرة ثانية إلى الارتفاع وسيكون الخروج بعد يوم تداول واحد من صفقة لونغ التي تحققت فيها هذا الشروط لهذا نستعمل اكزيت افتر وان ويكون لدينا في خانة الماكس اوبن بوزيشن واحد بمعنى يعني أقصى حد أو أقصى صفقة يمكن أن الماتريك سي اي انجين أو محرك الماتريك سي اي أنه يسويها على ستوك هو بوزيشن واحدة أو صفقة واحدة نستعمل حاليا ما يسمى بالموني ماناجمنت انشيال كابيطال هو عشرة آلاف دولار انشيال كابيطال هو حجم المال الموجود في محفظتك بمعنى أن في كل مرة أدخل فيها صفقة أو أن محرك الماتريك سي اكتشف تلك الشروط سيدخل بريسك أو بمخاطرة أقصى مئة دولار بمعنى سيستعمل مئة دولار في فتح الصفقة لهذا لما نعمل سنجد أنه لدينا مثلا في هذا اليوم سبعة عشر ستة تحققت الشروط مثلا فدخل الشروط فدخلنا سهم ايام دي باي سايز ثلاثة لماذا ثلاثة سايز لأنه ثلاثين في ثلاثة تعطينا تقريبا مئة دولار كذلك هنا البيزيز تسعة وعشرين فاصل سبعة في ثلاثة سهم ايام دي مرة ثانية فتعطينا مئة دولار أو أقل في هذه الحالة مثلا أسل جي ستوك نلاحظ أن الانجين أو المحرك فقط فتح سهم واحد لأن سعر السهم كان تسعة وخمسين دولار لو يفتح صفقة على سهمين أو يشتري سهمين سيكون لدينا سهمين في حوالي تسعة وخمسين إلى ستين دولار فيصبح لدينا مئة وعشرين دولار ريسك في هذه السفقة لهذا وحنا عملنا ريسك ماناجمنت مفادها أننا نستعمل ماني ماناجمنت مئة دولار في كل سفقة لهذا في هذه الحالة يقوم محرك ماتريكسي اي بفتح سفقة واحدة وهكذا دواليك مثلا هذا السهم قيمته تسعة وخمسين دولار فتحنا فقط صفقة واحدة احتراما للريسك ماناجمنت الخاص بنا في الحالة الثانية من حالات دارة المخاطر وهو استعمال نسبة مئوية من رأس مال الأساسي مثلا إذا استعملنا واحد بالمئة من المبلغ الأساسي عشرة ألاف دولار ستكون المخاطرة الابتدائية هي مئة دولار ولكن يجب أن تأخذ بعين الاحتبار أن في حال السفقات كانت ناجحة والمبلغ الأساسي بتاعك مثلا أصبح عشرين ألف دولار ستكون المخاطرة واحد بالمئة من المبلغ الذي وصلت له وهو عشرين ألف دولار بمعنى المخاطرة ستبتدئ بمئة دولار وتصبح مئتين دولار فهذا هو النوع الثاني من إدارة المخاطر لنأخذ هذا المثال البسيط سأعمل في الأول Fixed Amount of Money وسأضع عشرة ألاف دولار كدليل أنني في كل صفقة سأخاطر بجميع رأس المال الموضوع هنا وسأعمل Run Quick Back Test في هذه الحالة الأرباح وصلت إلى ما قيمته ألفين دولار يمكن أن نلاحظ عملية الوقتست كلها من هذه النقطة ويمكن أنني أقرأ أن الأرباح ألف وسبعمائة وسبعة وتسعين دولار على نفس الاستراتيجية يمكنني أن أضع Risk Fixed ولكن سأستعمل مئة بالمئة كدليل على أنني أريد الدخول بجميع رأس مالي واللي هو عشرة ألاف دولار وأعمل Run the Back Test سنلاحظ اختلاف في عملية الباك تست حيث أنني من ألف وسبعمائة أصبحت إلى ناقصة سبعة آلة فبالتالي مهم جدا أنني أفهم الفرق بين Fixed Amount of Risk والنسبة المئوية من رأس المال في عملية الريسك خلاة المئوية مشجلة بالديد من رأس المال في عملية بشكل كثيري